السلاح ليش شون مين اجا السلاح اجي من فشل الدولة اجي من فشل الدولة الدولة فشلت في التصدي لمجموعة ارهابية اختحمت وسقطت ثلث العراق قوة شعبية استجابت لفتوى مرجعية شكلت فصائر راحت قاتلت داعش وساعدت في وصارت فزعة تقريبا احسن وامتركت سلاح والان هي تخاف على وجودها من من ان تنتزع هذه القوة منعتها هذا مشكلة الدولة الدولة تقعد لازم تحلها لا يحلها واحد واجب الدولة بالاخر وظيفة الدولة الدولة بها اطراف متعددة وقوة متعددة هذه القوة المتعددة في الدولة تروح تقول لهم يا بتعالوا لان احنا خلص هذا الموضوع علينا نعيد النظر في حجم القوة الموجودة في البلد حجم القوة العسكرية وحجم القوة المسلحة في البلد هذا ورح ينعكس على حجم الانفاق الكل للأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد وغيرها من الأجهزة اليوم الدولة إذا تشعر أن ليس لديها قدرة على تميل هذا العدد الهائل من أفراد القوات المسلحة بكافة صنوفة وفروحة فلازم الدولة تعيد النظر بسياستها الدفاعية وبسياستها الأمنية على حساب السياسات الأخرى يعني ليس نعضل سياسة الأمنية في حين نحتاج إلى سياسة تعليمية أو سياسة صحية الدولة ككيان وكمؤسسة هي شبه منهارة دكتور تعرف جنابك ومن يتحكم بالقرار السياسي هو العملية التوافقة التي تتبع بين القوى السياسية وبالنتيجة القوى السياسية لها مصالحها التي من الممكن أن تتعاكس وتتضاد مع الدولة وهذا واضح دور رئيس وزراء القوي هو تنظيم هذه المصالح وتقوية الدولة صح عندهم مصالح متقاطعة لكن دور الحكومة ودور رئاسة الوزراء هو تنظيم هذه الخلافات وعدم عكسها الجمهور نحن سنقول من نعكس المشاكل الإقليمية والمصالح الإقليمية على الجمهور أيضا المشاكل الداخلية لازم تنعكس على الجمهور يبقى مصالح الجمهور واضحة يعني الجمهور لازم يشوف مصالحها ترجمة نانسي قنقر